أنا في تصوري أتمنى أن ملف الهوية المصرية يبقى هو أجندة كل الكتاب المصريين 20-24 مصرية نتكلم عن بطولتنا نتكلم عن حكاياتنا نتكلم عن تاريخنا نبسطها للشباب نبسطها للأطفال نقدر نحن نوصلها بطريقة مختلفة وبطريقة شيقة كمان طبعا في كل المجالات وعندنا على فكرة كوادرت كتير تقدر تعملها طبعا مصر هي مليانة تعليم بص على المبدعين في جواز دولة المبدع الصغير تمام ما شاء الله كل سنة 34-35 مبدع من كل محافظات مصر عندنا هجيال كمان متعلمة كويس قوي وعندنا يعني جينريشنز طالعا الحقيقة مختلفة تماما طبعا بس محتاجين فعلا يعني عادة ضبط لي نحن نحط لهم أجندات معينة لملفات معينة لنوعية كتب معينة في ملف بعد ملف الهوية أتمنى أن يبقى فيه أولوية للكتاب بأن احنا مثلا يبقى 20-25 بشكل كامل مثلا ملفنا رعلق بيه بطلات الجيش المصري مثلا يعني في تاريخه وعظامته على المستوى العسكري على المستوى القيادات والضباط وعلى مستوى الجنود أيضا في بطلات عظيمة حتى اليوم لم يكتب عنها مثلا فاحنا محتاجين في ظل مثلا معركة الوعي لدولة المصرية بتقودها التحديات الرقمية والتكنولوجية والتحديات الاقتصادية الظروف الإقليمية المحيطة احنا محتاجين طول وقت فيه التسكير أو التسكير بمثل هذه البطلات للقوات المسلحة المصرية ترجمة نانسي قنقر